في إطار سعي ميليشيات الحوثي للتكسب وتمويل حربها العظاثية تعمل على ابتكار طرق وأساليب عدة من شأنها أن تعود بأموال طائلة لصالحها في الوقت الذي يعاني الكثير من المواطنين الفاقة والجوع التي جلبتها لهم الميليشيات مؤخرا فرضت الميليشيات عبر وزارة الأوقاف والإرشاد في الحاصمة صنحاء الخاضعة لسيطرتها على ملاك الأراضي والعقارات خمسمائة ريال شهريا كإيجار أرض هذا إشعار من مكتب الأوقاف يلزم مالك الأرض بالتسديد في مدة زمنية أقصاها ثلاثة أيام يتعرض بعدها مالك الأرض للاعتقال هذه الحالة واحدة من آلاف الحالات التي تحدث في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات التي تسعى للتربح على حساب المواطنين وكسب المزيد من الأموال تحت حجج وذرائع تعمل على اختلاقها وتسعى عبر مشرفيها وعناصرها لتنفيذ مشاريع السلب والنهب الميليشيات كثفت خلال الأيام الماضية من حملاتها الميدانية في العاصمة صنعاء لمصادرة أموال الأوقاف من المنتفعين بها سواء أكانت أراضي أو مباني أو حتى شققا سكنية بعدما قامت بطباعة سندات تحصيل غير قانونية ومخالفة للقانون الذي يشترط أن تكون السندات صادرة من وزارة الأوقاف ترجمة نانسي قنقر